موجز السادسة أهلا بكم وصل رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مدينة أربيل حيث كان في استقباله رئيس أقليم كردستان جيرفان برزاني ومحافظ أربيل فرزت صوفي وكبار المسؤولين في الأقليم وأجرى رئيس الجمهورية لقاءات مع عدد من المسؤولين في الأقليم لبحث القضايا والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان في السياق ذاته أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم لبخاتي أن البرلمان سيكون له موقف موحد بشأن حل الخلافات بين المركز والأقليم وأشار لبخاتي في تصريح خص به الديار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الطرفين لم تجني نفعا ولم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن تعود المجتمع العراق على هذه الزيارات التبادلية من الأقليم والحكومة الاتحادية ولن تفضي إلى شيء كل ما تأتي الموازنة تأتي الوفود وتأتي معها المناقشات والأبحاث لغرض الحلول والوعود لكن لم تجدي نفعا في عملية تفعيل هذه القرارات والاتفاقات لذلك سيكون للمجلس النواب وقفة جدية بعملية أما الاستجابة الحقيقية ووضوح الرؤية من قبل الأخوة في حكومة تقليم كردستان حسب ما سمعنا من سيد رئيس مجلس الوزراء سيد وزير النفط لحد الآن لم تصل قطرة واحدة إلى الحكومة الاتحادية في حين تم اطلاق المبالغ المستحقة وحسب الاتفاق بالمادة 58 إلى ذلك وصف النائب عبد عون علاوي المشكلات العالقة بين المركز والأقليم بأنها أزلية ولا يمكن حلها نتيجة التعنت السياسي وأشار علاوي في تصريح خاص به الديار إلى أن الوفود المتبادلة بين المركز والأقليم غير مجدية للنتاج إذا لم تتمكن الأطراف من التوافق السياسي حقيقة هذا الوفود حال حال بقية الوفود التي تذهب إلى أربيل أو تجي من أربيل إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين بين الأقليم وبين حكومة بغداد المشاكل الأزلية التي صارت أنا أشبهها مثل مشكلة تحرير فلسطين أعتقد ما تنحل لأنه عدم توافق الطرفين وإنما سياسيا أكثر مما هي واقعيا لحل المشاكل برلمانيا أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إعادة اتفاقية موقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقال عضو اللجنة النائب عدان للأسد في مؤتمر الصحفي حضرته الديار إن بنود الاتفاقية تظهر خرقا للسيادة الوطنية والقوانين السارية للدولة العراقية اليوم مجلس النوافي موقف وطني أرجع الاتفاقية بين الحكومة العراقية ومنظمة الصليب أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بصراحة الاطلاع على بنود الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة العراقية وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرى بأن هناك خرقا للسيادة الوطنية وللقوانين العراقية إذا وقعت وللكرامة العراقية أنا راح أقرأ بعض المواد التي تستدعي بأن تعاد هذه الاتفاقية للحكومة واليوم مشت النواب لم يصوت على الاتفاقية مع أنهم صوتوا سابقا لأن الحكومة أرسلت مادة واثنين واثلاثة نص الاتفاقية عندما يطلع عليه النساء يجب أنه خرق للسيادة العراقية المادة تسعة يحق للجنة الدولية حيازة مبالغ بالعملة الوطنية أو الأجنبية وغيرها من الأصول المالية وفتح حسابات بأي عملة دون التقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمسائل ذات الصلة يعني دخول أموال وخروج أموال بدون أي رقابة ولا تخضع للقوانين الدولية أو العراقية يحق للجنة الدولية يحق للجنة الدولية أن تنقل بحرية دبلوماسيا بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الأمريكي السابق روبرت فورد التطورات السياسية في العراق والاستقرار الأمنية الذي تحقق بعد الانتصار في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وبحث الحلبوسي وفق بيان لمكتبه التطورات العربية والأقليمية مؤشرا إلى دور العراق في حفظ توازن المنطقة فيما دعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على توسيع الشراكة مع العراق سياسيا وعسكريا والمساهمة في إعادة البناء والإعمار في المدن المحررة والمساعدة في إعادة نازحين أمنيا بحث وزير دفاع نجاح الشمري مع أمين عام حلف الناتو آلية عمل البعثة في العراق ودورها في تطوير قدرات الجيش العراقي وأكد شمري حاجة الوزارة لفتح دورات داخلية وخارجية لطلاب العراقيين وتطوير مناهج التدريب والتعليم في جامعات الدفاع زارنا اليوم الأخ الأمين العام حلف الناتو ولوفد المرافق له ومن ضمنهم والجنرالات المسؤولين على حلف الناتو في العراق وفي الشرق الأوسط واتطلعوا على سير التدريب وعلى إمكانيات حلف الناتو في تدريب قواتنا الأمنية من ناحية الاستعداد القتالي وكذلك تطوير كلياتنا العسكرية بكافة المستويات من كلية الأركان إلى كلية الحرب إلى كلية الدفاع الوطني بدوري يأكد الأمين العام لحلف الناتو على ضرورة إعداد منهج خاص لتدريب المدربين وتوفير كوادر تدريبية قادرة على تطوير أداء المؤسسة العسكرية قد كان لي الشرف أن أكون بالعراق وأقابل السيد وزير الدفاع وأجدد دعم حلف الناتو للعراق نحن نساند العراق ونساعد القيادة العسكرية على التقدم وتطوير قدرات القوات العراقية من أجل محاربة داعش الإرهابي نحن نكافح داعش المنتشر في العالم ونساعد في تحرير الناس منهم ومن شرورهم ليس في العراق وحسب وإنما في كل أنحاء العالم إن بعثة الناتو هذه مهمتها تطوير القدرات من خلال التدريب وتهيئة مدربين وبناء مدارس خاصة بالتدريب وفي الميدان أعلنت خلية الإعلام الأمنية أن القوات الأمنية وبالإسناد الجوي تواصلوا عملياتها خلال المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر وذكر بيان الخلية أن النتائج الحالية هي اعتقال عدد من الإرهابيين وتدمير نفق وأربعة أوكار وتفكيك عشرات العبوات الناسفة مشيرا إلى أن القوات الأمنية المشتركة ما زالت تواصل عملياتها وبشأن فتح المناطق والطرق المغلقة أعلنت عملية بغداد افتتاح شارع رئيس في منطقة الدورة جنوبي العاصمة في مطالب الأهالي بافتتاح شوارع أخرى ضمن المنطقة المذكورة وأشار قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي لأن القيادة تتواصل تنسيقها مع أمانة العاصمة بهدف في افتتاح جميع الشوارع المغلقة تدريجيا الشارع المهمة في بغداد وشارع المصافي حقيقة من الشوارع المزدحمة دائما بدوار حكومية بالمحكمة بجامعات وحقيقة يمكن أكثر الشوارع المزدحمة في بغداد بالتعاون والتنسيق مع أمانة بغداد مع بلدية الدورة فتحنا اليوم هذا الشارع بالتأكيد راح يكون إلى دور كبير بتخفيف الازدحام على أهالي الدورة عربيا عثر الجيش السوري قرب مدينة خان شيخون المحررة على مخابئ تحت الأرض جيدة التحصين وبتصميم هندسي احترافي واضح استخدمت لأراض عسكرية وقال العقيد في الجيش السوري عبد الكريم ميهوب إن الكهف الذي اكتشفته القوات السورية في إدلب لم يستخدم فقط كقاعدة لـ 3500 من المقاتلين بل قاموا موثلوا منظمة القوذ البيض بفبركة فيديو فيه لتوجيه الشبهة نحو دمشق باستخدام الأسلحة الكيموية ضد السكان المدنيين هذا المقر كانت تستخدمه المجموعات الإرهابية المسلحة ومن المحتويات التي تم اكتشافها في هذا المقر المحتويات الموجودة هنا ويوجد رقم على هذا الرقم كانت تستخدمه الخوز البيضاء الخوز البيضاء التي قامت بتمثيل مسرحية استخدام الجيش العربي السوري للسلاح الكيميائي محن كان من خلال كتاب عين شو يحدد من أي دولي هدا ومصنع محن كانت تستخدمنا لأخذنا محن كانت محن التحديد طبعا هذه البزة بالإضافة إلى خواز كانت تستخدمها المجموعة الإرهابية المسلحة دخل إضراب المعلمين في الأرض نسبوعه الثاني ليتواصل معه توقف المدارس الحكومية عن العمل بشكل كامل يأتي هذا مع استمرار الحوار بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية وسط غياب الأمل بحل قريب للأزمة شيطنة المعلمين ليست في مصلحة أحد إذا بتحكوا عن الوطن وبتحكوا عن التعليم وبتحكوا عن المجتمع إذا المعلمين تشيطنوا كبتهم يكون وضحهم ومكانتهم بالمجتمع هذا التأثير ليس التأثير على الطلبة أنه انقطعوا عن الدراسة أسبوع أو أسبوعين التأثير البالغ يا سيدتي هو أن يحبط المعلمون إلى الدرجة التي يكونون فيها غير قادرين على القيام بأي مهمة تعليمية مستقبلا ولذلك هلأ المعلمين محبطين ويطالبوا بمستوى معيش كويس تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس حصل الأول على أكثر من 18% من أصوات الناخبين مقابلة أكثر من 15% للثاني وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات وبهذه النتيجة أهل كلاهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع عقدها قبل حلول الثالث عشر من أكتوبر المقبل نعلم اليوم وأن هناك دور ثاني للانتخابات الرئاسية سيتم تحديد موعدها بعد صيرورة هذه النتائج نتائج أولية نهائية وتكون الدورة الثانية ما بين كل من قيس بن المنصف بن محمد سعيد ونبيل بن رشيد القروي شكرا لكم أخيرا رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضلوع إيران بهجوم إرامكو وأكد ترامب خلال لقائه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد قال خنيفة بالبيت الأبيض أن واشنطن لا تسعى لحرب مع أي طرف رغم أنها مستعدة لذلك الوليات المتحدة مستعدة بشكل أفضل من أي بلد آخر عبر التاريخ إن كان علينا المضي بالخيار العسكري علينا أن ننتظر ونرى بشكل قاطع منقبا بالهجمات ومن ثم التحدث مع سعودية لأن عليهم لعب دور كبير في أي خطبة مقبلة والجميع يعلموا أنهم مستعدون لذلك ختم الموجز أحبت نذكركم بمتابعة أخبارنا على الفيسبوك، إنستجرام وتويتر إلى اللقاء موسيقى موسيقى